دردشة حول عيد الأطحى والحج وأمور الأخرى وذكريات هذا هو موضوع حلقتنا من هذا أستاذ المشاهدين أهلا بكم طبعا كل عام والأمة الإسلامية بخير والعالم كله بخير وبهجة وسعادة وتمنيتنا طبعا بزوال الوباء نهائيا وإن كان الناس بشكل أبواء آخر بلا تعيش حياتها بشكل طبيعي أنا كنت تحجيت في فترة طويلة فوق العشرين سنة وكان من ذكرياتي في هذا الحج أننا كنا نزلي من عرفة من نزل عالمينا طبعا كان 3 مليون الحجات كانت 3 مليون مستمر لعدد 3 مليون لغاية دلوقتي طبعا السنة والسنة اللي فاتت بسبب الوباء يعني اقتصر الحج على ستين ألف اللي هم الناس اللي موجودين هناك اشهد في موضوع أن نزلنا بنقعد في مزدلفة وبعدين من المزدلفة لميناء وبعدين انتدابوني أنا وأحد أصدقائي أن نذهب نتبح للمجموعة كنا كنا حوالي 23 واحد طبعا كان هناك خيام في ميناء للقوافل أو للمجموعات نذهب نتبح في أماكن الزبيحة كان مكان وليس كبير قوي أنا فجأت نحن متأخر قليلا نزل طبعا تتبح من الصبح كنت انا ماشي الطريق كله عبارة عن عدة طبقات من الخلفان انت ماشي بتدوس على الخلفان وانت ماشي لا يوجد شارع لا يوجد ممار الخلفان ملقى عدة طبقات في المنطقة التي يتبحون فيها ثم نتبح ثلاثة وعشرين زبيحة كنت أصلا في ميناء يومين ومشغول ترمي الجامعات وترجع فهم قالوا لنا نصف خروف أو شيء نتبخه اليوم لأن لحم حبوز فهنا نتبح ثلاثة وعشرين خروف ونأخذ نصف خروف فطبعا الراجل لا يسلوخ نحن ماشينا على الخلفان ليس مسلوخ هو صلاخلان الذي نريد نصف الخروف الذي نريد والذي نحن نبخه في اليوم والذي 22 خروف اتراموا مع الخلفان المرمية وفهمت بعد ذلك أنها تعفن ويشيروها بالجرفات ويدفلوها بعد الحج أنا استغربت أي فقه يقول مثل هذا الأمر في ظل أن هناك مناطق فقيرة في العالم الإسلامي كبيرة وحتى في العالم نضد أن تدري الصداقات للمسلمين ومفروض الصداقات للفقراء بشكل عام يعني المفروض تشوف الأماكن الفقيرة في العالم أي أن كان دينتهم وتعطيهم هذه اللحوم وطبعا أظن كان هناك ركح يقدم سقوق لكن للأسف الشديد الفقهاء يقول لك لا وتشوف الزبيحة وتعمل والسنة وليس السنة أي سنة تقول أن كمية اللحوم هذه اللحوم هذه نتحدث عن 3 مليون حج ثلاثة مليون خروف ثلاثة مليون خروف أربعين أو خمسين كيلو فعلا نتحدث عن مئة وعشرين مليون كيلو يعني رقم فلكي هذا يعني ليس أكل بلد يعني أكل بلد نتحدث عن ثلاثة مليون خروف المتاكل بينهم نسبة لا تزيد عن العشرة في المئة أو الخمسة في المئة لأنه يوجد تلاجات وهو منها فترة قصيرة أنا طبعا لم أرى حصل تطور وهو تلاجات ولكن نقول للناس السكوك بشكل مباخر يوجد درجة من درجات الثقة في المؤسسة وأنها فعلا تودية وأنها تودية المسلمين ولكن ليس وضع الموضوع إنما المنظر فعلا أزعجني بشدة ونحن نمشون فوق الخلفان بهذا الشكل هذا من الذكريات ونحن نمشون في كبري لكي نرمي الجمرات طبعا ثلاثة مليون شخص يرمي الجمرات في الوقت واحد تأخذ الحصة من المزدرفة والمفروض تروح ترميه وهو يجهو بعربات نقل وحطوه يعني عشان الناس لا يحصل ثلاثة مليون واحد يأخذوا حصاب وطبعا أنت بتأخذ أكثر من اللازم احتياطي عشان لو إيه حاجة ما جاتش في المكان المخصص فطبعا كان فيه كبري كده بنطلع عليه وعلي كان بننزله فحصل زي عمود نور وقع من التدافع فالناس تدافعت بشكل عكسي بقيت ناس طلع وناس نزلة ونحن نتكلم عن كميات بالملايين الساعة حجاج الداخل يردون رقم مثل نصه والرقم الرسمي والرقم الرسمي وهو الناس دفعين تعمل الجلوس في ميناء والمطوف فهو العدد يتسجل عنده إنه لا يساكن في جده أو في الطائف وإنه لا يساكن محسوب ودخل لهم ذلك كهذا ليس محسوب فننتكلم عن عدة ملايين تتجاوز الثلاثة مليون فطبعا التدفع عكسي وتدفع أمامي أنا كنت شايف على بعد خمسون متر أن كنت بعيد عن منطقة التراحم الشديد جدا ساعة سقوط العمود ده الناس كانت تتنطر من فوق الكبري وكان عرفت أن أعداد القتلى والضحايا فوق المئة وهم المصابين عدد كبير جدا بالمئات بسبب هذا المواقف طبعا ديولو عالجوا وعملوا كبريات أكثر سمعت من الدين وتنظمت أكثر لأنني لم أذهبت للحج منذ هذا الفريضة مرة واحدة ولكن أنا تعجبت من تضييق مساحة الفقه لماذا؟ لأنني أكون أكثر اتساعا في الأفق يعني الإسلام عندما ظهر من 14 قرد وعندما حج الرسول الرسول نفسه موجود بيت ألف واحد فما كانت شادا يتخيل أن يكون هناك هذه الأعداد وهو تبقى خمسة مليون أو ستة مليون في مكان واحد لماذا لا نحاول أن نوسع الفقه وأن الحج أشهر المعلومات ويبقى مساحة الحج أطول بكثير من هذا بالإضافة أن هناك في الحرم تجد فقهاء السعوديين قاعدين على كراسي عالية والناس وقفة طوابير وتسأل وغالبا يذهب الرأي المتشدد لأن أعتقد أن هناك مساحة واسعة من الفقه تسمح بفقه الأولويات وأننا نستفكر والمصلحة والناس لدي التقص ولكن لا أستطيع أن أصمم طبعا كنت مصمم أقبل حجر أسود ولكن كنت مصمم أقبل حجر أسود ولكن لست في شبابي وليس ممكن على محاولات المدنية كل يوم وفي وقت مختلفة لكي أتشرف بتقبيل حجر الأسود وبعد ذلك وفي الآخر دخلت بعد معاناية جديدة جدا ولدرجة أنه متزاحم طبعا فيه كمية نشالين رهيبة جدا لعند الحجر الأسود ولدرجة أن أحد أصدقائنا دخل اتنشل لعند الحجر الأسود فهو طبعا مصري وشوية أشعر أنه أندره على الأفاة فحطت مبلغ تاني من المال في الحزام وقال أنه سأدخل لكي أمسك الحرام دخل اتنشل تاني وطبعا فكان ما أصخرت لحقنا عندما قلنا بس يوميها على شخص بلدياتنا حاول أن يمسك الحرام لأن طبعا أنا شبه الإزار طبعا تلابس لبس الإحرام ليس عارفة أطلعهم من الناس يعني محشول ما بين الناس بسبب التزاحم على حجر الأسود فأنا أعتقد أن الناس تتخفف من هذا الأمر وموضوع التقبيل حجر الأسود كفاية إشارة بعيدة وليس لازم موضوع التقبيل كما قلنا تأخذ مجموعة من الحصى كبيرة جدا يوجد تزاحم على منطقة رمي الجمارات فغالبا أنا كنت معي 30 أو 40 حصوية أنا أريد أن أصل إلى 7 حصى لأنني أعرف أن هناك حالات لا تصل تقريبا نصف الحصى أخذ الحصى كله لا أعرف أن أصل إلى حصى لأنه كان شباب يرمي الحصائي لتأتي في المكان ولكن كنت بعيد تقريبا الحصى كله جاء في ناس لا أصل إلى خط حصوات من واحد جنبي لكي أحاول أوصلها في المكان المخصص لهم الحصوات إنما البقائين كلهم جوم يعني فروس الناس قدام يرمي لهم ويرمي لهم ويرمي لهم ويرمي لناس الكبار فمعامة جموعة من كبيرة يرمي لهم الحصوات على العمود أو مجازة للشيطان الشيطان الشيطان في الموضوع طبعا مثل ما قلنا موضوع أنه يحاول يجعله أشره معلوماتي لا يضيقه واسعا أنا أعتقد أن مساحة الإسلام أو مساحة الفقه تتسع لأكثر من ذلك تقديما المصلحة يمد فترات الحج أطول من ذلك الناس تتحرر قليلا من القيود وتحاول أن تطبق الفروت وليس كذلك تقبيل حجر سود أي شخص يرمي لهم وإنما عندهم الحصوات وكلام من هذا القبيل الشيطان في الموقف أننا أيضا لا نسخر من تقوص الأخرين لا يمتلك أحد الحقيقة المطلقة فأنا فاكر ابني مرة يدخل ويلعبه هذا الجيمز الذي هو أونلاين ويقوم معي ناس من تركيا وناس من أوروبا وناس من الهندو وطبعا الشباب يتنمروا على بعض أحيانا في أثناء اللعبة فيتنمروا وصاعت على المعتقدات للبعض أو على أفكار فواحد هندي دخل معه نوع من الواحد تنمر فقال له يا عمد أنتو تعبودوا البقر طبعا ليس حقيقة أن الهندوز يعبودوا البقر ولكن هو يقولك أن هذا حيوان هم مؤمنين بشيء اسمها مثل وحدة الوجود التي موجودة عند بعض الصوفين في الإسلام ظهرت في الإسلام مع الحلاج وغيره أن فكرة أن كل شيء هناك شيء من روح الله وكلما يكون هذا الحيوان عطاءه أكثر من أخذه لا ترى أن البقر أعطاءها أكثر من أخذها يعني تأتي لبن وطلع منه سمن وجبن وشيء ولم تأخذش حاجة أكلها بسيط لأن هناك الهند أرضي وشاسعة وماء المطر موجود يأكلوا عشب الأرض يعني ليس مصروف عليهم قوي مثل البلاد التي هي صحراوية أو البلاد التي تحتاج إلى علف أو كده يعني يعيشون على مية المطر في أغلب الأحيان فلا تأخذش حاجة ليس مكلفة وفي نفس الوقت تعطيهم خير كثير فهما بما أن كل شيء فيه شيء من روح الله فهما ترى أن هذه البقرة أكثر يعني فيها شيء من روح الله أكثر لأنهم يعبون ربنا في النهاية حتى لو هناك أيكونات هما ليس بيعود أصنام كما تخيلها فكرة هذه الأيكونات هي مجرد إشارة للإله الأكبر من وجهة نظرهم طبعا وذلك أن الإله في النهاية هو تصور شخصي لكل إنسان يعني ممكن يكون فكرة اللاهوت كل واحد حتى جوة العقيدة الوحدة فكرة اللاهوت هي فكرة في النهاية شخصية يعني بكل شخص عن طريق السماع وعن طريق الاعتقاد بيكون تصور معين للإله ربما يختلف عن شخص آخر في نفس المعطقة فالفكرة أننا نحترم عقاد الأقريم ونصخرش منهم طبعا عندما هو قال للهندي فالهندي قال له لا نحن لم نعود البقر أنتم فهمين غلط وبعدين ما تعالي ما أنتم تلفوا حوالين حجر اللي هو الكعبة يعني وتمليسوا على حجر أسود اللي هو الحجر وترمو بتاع عمود وتروح عليه الشيطان يعني عايز يقول له أنت ستسخر من التقوز بتاعتك أنا ستسخر من التقوز بتاعتك فحتى الوضع تصدر ما عندهش يعني مرحش قبل كده الحج يعني فبقول له في النهاية هذه حاجة رمزية والعبادات التوقفية يعني هنا بننفذ التقص الإلهي وهو عمل في النهاية فيه بعد اجتماعي الناس المسلمين يتجمعهم من كل أنحاء العالم ويدوا مظهر كده يعني سبع لفات يعني حاجة يعني مظهر ديني وكل الناس عندهم مظهرات يعني طبعا حتى الشيعة عندنا بيزوروا الكعبة ولكن عندهم طبعا ايه المراقد الأئمة الإمام علي وغيره لهم قداسة وإحنا عندنا في مصر الحسين بيزوروا عدد كبير جدا والسادر بدوي يعني فيه كلام عن اثنين مليون يعني بيساعد بروح السادر يعني طبعا الحج ثلاثة مليون دول على فكرة عشان السعودية مقيدة الحج يعني لان هو لو ستفتحوها حيبع عشرين مليون فبنش هتتحمل المكان فهما بيقول لك لا مصر مثلا مية مليون فلاقدوا منه ستين ألف ودول مش عارف كذا حسب نسبة المسلمين في كل دولة بيحددونهم كوتا عشان يحجمهم عدد يعني هو الموضوع كمان وبيحاول يحجموا عدد ايه الحجيك فلو فتحوها عدة أشهر هيبع عندهم ملايين على مدار الأربع أشهر أو الخمس أشهر اللي هو الحج أشهر معدودات لا تقوص الأخرين ولا يمتلك أحد الحقيقة المطلقة وكما أنت ممكن تصحر من أي تقوص الدينية الآخر برضو هيتلمر عليك وحيصحر من تقوص الدينية فهنا نحترم تقوص بعض بدلا بيحقق نوع من أنواع انت تلاقي الروح للشخص السيخي الهندوسي المسلم المسيحي كل واحد له مزاراته وليه أماكنه فأنا بقول لك السيدة بدأوا عندنا والإناوي في الصعيد والحسين بيجي لهم ناس ربما يكونوا أقدر حج أو أقل حاجة بسيطة ففي النهاية بدلا الناس تحقق لها نوع من أنواع الاطمئنان والقراص سيب الناس تحقق نوع من أنواع الامتلاء الروحي من وجهة نظرها بدلا هذا معتقد وإيماني النقطة الثانية المصريين أو الطبقة الوسط طبعا أنا كنت حاضر نقاش اجتماعي داخل المجتمع عائلي وجاء موضوع الحج وأن أحد الأفراد العائلة مجهزة أموال للحج وإنها أريد أن تتجوز وإنها ربما أريد أن تتجاهز لا يجب أن أؤدي الفريضة طبعا الطبقة الوسطى عندنا دخولها ضعيفة نتكلم عن 45000 جنيه في الطبقة الوسطى ست سبعة تلاف جنيه فهنا نتكلم في رقم لا تجاوز 200-300 دولار فعشان تحوش الحج الاقتصادي في مصر تخطى 100 ألف جنيه الحج المتوسط حسب نوع الفنادق وحسب الإقامة في منا والإقامة في عرفة تختلف التكلفة فالاقتصادي مئة وعشرين ألف المتوسط مئة وستين الفنادق قريبا من الحرم النبوي أو الحرم المكي تتكلم في أرقام فلكية في الخطة هذا الكثير مثلا من التكلم عن 10 ألف دولار وهو الحد الأدنى والاقتصادي يعني عشان الناس فالشخص السيدة وعندما تخذت مكافئة تنهاية الخدمة وعايزة حج فهي أولوية لابنها وابنتها ويقول لا الفريدة هي ليست فريدة لمن استطاع إلهي سبيلها وكانت زمان برده الموضوع كانت بدني أكثر منه عب اقتصادي يعني كان يروح بالجمال ويروح شهور في الصفر زهابا وإيابا فالتكلفة المدينة لم تشاهد مجرد الأكل الشرم المسيط كانت تشاهد مطوف فهو حاجة اسمها الإقامات والفنادي وكل التكلفة الكبيرة وكان الموضوع عبء بدني لا بإضافة لعبء بدني سافر بالطيارة ساعتين تكون موجود هناك مدة قصيرة من الزمن خلال تأديث المنسك الأساسية فالموضوع بدنيا ليس عبء كبير إنما مدين عبء كبير فما ينفعش واحدة في الطبقة الوسطى أو رسائق أو رجل يروح يدفع 120 ألف أو 130 ألف ربما يساعد ابن الشاب في الجواز لا يبقى فيها أولويات نفهم الأولويات يبقى الأولويات لابنك اللي عايز تجوز وتحصنيه ويفتح أسرة جديدة أو بنتك اللي عايزة تتسطر بالمصطلح المصري أو تتجوز إنما ينفعش تتحجي وتسيب الأولاد وخصوصا إن الأعباء زادت أعباء التعليم زادت ربما هذا المبلغ يتصرف على تعليم جيد لابن من الأدنائك إنما بقى واحدة ما عندهش أولاد أو خلاص أولاد هتجوزوا أو هي ميسورة الحال ماشي تحج إنما أنا بأنزعج جدا إن المبلغ ده بيستقطع من من أسرة متوسطة هي في أمس الحاجة إلى هذا المال سواء لتعليم الأولاد أو لجوازهم أو ما شابه ذلك فالناس تكون أكثر تحرراً في هذا العمل النقطة الثانية الأطحياد في مصر طبعاً أو في الدول العربية طبعاً في مصر نشددين شوية سنادي على موضوع البيئة أو موضوع أن لا أحد يتبح في الشوارع أو الميادين طبعاً الناس ستظل في القرى والنجوع أو أماكن بعيدة مصرة تتبح والأطفال يتفرجوا ويضعوا دوم في الدم ويعملوا على الحيطان أول شيء، لماذا الأطفال يتفرجوا على زبح بقى أو زبح خروف أو ما شابه ذلك؟ لا أعتقد أنه لا يصحنا الأطفال ويشوفوا النقطة الثانية ليس لازم تشوف الدبيحة موضوع التشدد في السنن بذلك الناس كنات تشوف الدبح ويطلعوا بقى في السطوح ويضعوا أو في الجراش المكان فالدبح في أماكن مخصصة للزبح سلخنات وما شابه ذلك ويكون بشكل منظم حفاظا على البيئة وبرضو أطفال ما يتفرجوش ومش لازم مشاهدة الزبح يعني واحد فقط إذا كانوا يتباحوا بقرة أو حاجة يتولى الموضوع بحيث يتابع الزبيحة بتاعته ويوزعوا طبعا على الموضوع ده أعتقد أنه تكافلي كبير جدا ويساعد بشكل كبير الناس الموضحي بيعطي طولة للأصدقاء وبتزيد المحبة والألفة وفيه طولة طبعا للفقراء فأعتقد أنه بيبقى موسم جيد جدا إن الناس ترزق في ظل زي ما قلنا طبقة متوسطة وطبقة فقيرة ربما ناس منهم لا يتزوقون اللحم إلا في هذه المناسبات اللي بيجي لهم هدايا من الأقارب أو من الأصدقاء أو حتى صدقات لو هما بيستحقوا الصدقاء ده بشكل عام يعني دردشة كده حول موضوع الحج وموضوع الأطحية وطبعا تمانياتنا للأمة الإسلامية كلها بالخير والسعادة والأمة الإنسانية وبرضو نضد أن هو حد يدبح ويكون جاره مسيح ما يدهوش فكرة أنه يدي المسلمين لا يدي الفقير من المسيح بالنسبة المصريين يعني عندنا مسيحيين ومسلمين فتدي المسيحي جارك لو هو صديق من الجزء من أصدقاء ولو هو فقير يعني الجزء بتاع الفقراء فكرة التخصيص وأنه يبقى المسلم بس أعتقد أن هذا صدوق غير إنساني والمفروض زيادة المحبة بين المجتمع الإنساني كله وبشكل عام طبعا ده موضوع حلقتنا النهاردة بمناسبة عيد الأطحى وتاني نقول تمنيتنا للأمة الإنسانية والعالم كله بزوال هذا الوباء وإن كان نعني الناس بدأت تعيش حياتها بشكل أو بآخر يعني ويكون العام القادم عام أفضل ليس دعوات للمسلمين فقط ولكن للعالم أجمع بكل طواقفه وكل أديانه وأنتخفف شوية من موضوع التعصب والإدعاء بمتلك الحقيقة المطلقة لا يمتلك أحد الحقيقة المطلقة وربنا يهدي الجميع وأهم شيء العمل الصالح والأبعاد الإنسانية ومحبة الآخرين وقبول الآخر نقبل بعضنا بشكل أو بآخر لأنه مهم جدا أن نكون أكثر إنسانية في هذا العالم شكرا جزيلا ونكمل في حلقات لاحقا ترجمة نانسي قنقر